محافظة صلاح الدين سجلت عددا مكافظا من الإصابات بفيروس كورونا لحالات وافدة من خارج البلاد الكوادر الطبية نغلت المصابين إلى ردهات الحجر الصحي في مشافي المحافظة كما هيئت الحكومة المحلية أماكن حجر صحي خاصة يقيم فيها الوافدون جميع هذه الإصابات هي حالات وافدة يعني ما عندنا حالات يتم إصابتها من داخل محافظة صلاح الدين هذه الإصابات أما توزعت بين قادمين من روسيا أو المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية أو الهند أو من خارج المحافظة هذه الإصابات الآن هناك قرار لسيد محافظة صلاح الدين بتهية أماكن حجر مفارز طبية عدة تعمل طوال اليوم تنتشر في مداخل المحافظة وقضيتها لفحص الوافدين إليها بهدف التأكد من عدم إصابتهم بالوباء كوادر الطبية أخذت على عاتقها فحص الوافدين إلى داخل مناطق صلاح الدين من العبايشي لحد التكريت درجة حرارة مرتفعة قبل ننقلها بإصعاف متواجدة بكل سيطرة ننقلها إلى أحد المستشفيات داخل المحافظة خلية الأزمة بالمحافظة أكدت استمرار إجراءاتها المتبعات في رفع حظر التجوال نهارا في أقضية المحافظة خلال أيام عيد الفطر فضلا عن زيادتها عدد ساعات رفع الحظر في بعض الأسواق من أجل السماح للمواطنين بالتبضع تبقى نفس الإجراءات السابقة لكل خليات الأزمة لأنه صلاح الدين من المحافظات البيضاء والخالية من فيروس كورونا نحن في مناسبة الفطر المبارك إن شاء الله وهناك حركة التسوق فكانت هناك مناشدة من أصحاب المحلات بتمديد فترة الحظر لمدة ساعتين الاستمرار باتخاذ إجراءات صحية ووقائية على مستوى عال من قبل الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة هو ما دعا إليه مراقبون للحفاظ على عدد الإصابات القليل في المحافظة من صلاح الدين سجاد حكمة يو تي في